دلوقتي هنتكلم في الجزء التاني أو في الموضوع التاني في حلقة النهاردة وعلى فكرة كل حلقة بيكون فيها خمس موضوعات ده الموضوع التاني وهو موضوع شديد الأهمية وهو عن الأنيميا وتحديداً أنيميا نقص الحديد عند الأطفال بشكل عام بس هنشرح لكم بطريقة مبسطة جداً الموضوع وهتفهموا قصدي دلوقتي على طول بيحتوي الدم على عدة أنواع مختلفة من الخلايا أكتر الخلايا من حيث العدد هي خلايا الحمراء أو كرات الدم الحمراء كرات الدم الحمراء دي هي اللي بتمتص الأكسوجين في الرئتين وبتوزعه على كل أجزاء الجسم الخلايا دي الخلايا الحمراء دي بتحتوي على صبغة حمراء برضو اسمها الهيموجلوبين والهيموجلوبين ده هو المسؤول عن نقل الأكسوجين لأنسجة الجسم المختلفة مش بس كده ده بياخد أو بيبعد عن الأنسجة دي ثاني أكسيد الكربون اللي احنا ممكن نعتبره كده يعني زي الفضلات كده بتاعت الأنسجة طيب فقر الدم أو الأنيميا هو إيه؟ هو الحالة المرضية اللي بيقل فيها الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء فبالتالي بيقل قدرة الدم على نقل المقدار اللازم من الأكسوجين علشان الجسم يشتغل وينه طيب الأنيميا بقى بتحصل ليه؟ الأسباب كتيرة قوي منها مثلا بطء انتاج خلايا الدم الحمراء من الأساس الخلايا أصلا من الأساس فيها مشكلة في الانتاج أو تدمير عدد كبير من خلايا الدم الحمراء أو عدم وجود مقدار كافي من الهيموجلوبين زي ما قلنا داخل خلايا الدم الحمراء وده من أهم الأسباب وهنرجع له دلوقتي على طول أو فقدان الجسم لخلايا الدم زي ما بيحصل مثلا في النزيف سواء لقدر الله النزيف الخارجي أو نزيف الداخلي ده برضو يعني كل ده من أسباب الأنيميا طيب عند الأطفال بقى إيه اللي بيحصل؟ في أغلب الأطفال اللي عندهم الأنيميا بيكون السبب هو نقص الحديد في تغذيته في الغذاء بتاعه طيب إيه علاقة الحديد بالموضوع؟ هقول لكم الحديد هو أهم عنصر مطلوب علشان إنتاج الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء يعني الحديد ده مهم قوي عشان يتصنع الهيموجلوبين اللي داخل خلايا الدم الحمراء ومن هنا نقدر نقول بكل راحة يعني أن أنيميا نقص الحديد هي أشهر أنواع الأنيميا عند الأطفال وأكثرها انتشارا وبالمناسبة دي عايز أن أنبه حضراتكم لحاجة مهمة جدا جدا أحيانا في أمهات بيقدموا لأطفالهم اللبن الحليب اللي هو الحليب البقري اللي احنا بنشربه بيقدموا للأطفال في الشهور الأولى من عمرهم وده بيحصل لأسباب كتير قوي كلها غلط الحقيقة زي مثلا أن الأم ما تكونش قادرة تردع طفلها رضع طبيعية فتقدم للطفل الحليب البقري ده بدل اللبن الصناعي على أساس أنه إيه؟ أفياد له يعني طبعا ده غلط هتعرفوا ليه دلوقتي أمهات تانية تكون أطفالهم وقفت الرضاعة الطبيعية فيغلطوا برضو وبدل ما الدكتور يعني ينصح يعني الدكتور نصحهم يقول لهم هيكمل بقى بلبن صناعي يقول لك لا بدل لبن صناعي هتدي لهم لبن حليب أو لبن بقري ده أفياد ده غلط أمهات تالتة بيكونوا بيردعوا بقى أطفالهم رضاعة صناعية من الأول بس هم عندهم هاجز كده أن الرضاعة الصناعية دي مش مفيدة فييجوا يقرروا من تلقاء نفسهم كده أن هم يزودوا اللبن البقري عشان برضو معتقدين أن ده كويس ومفيد للطفل كل اللي فده غلط زي ما قلت ومرة جديدة هقول لحضراتكم أن اللبن الحليب اللبن البقري ده هو مادة غزائية أكل اعتبروه أكل يعني نوع أكل زيه زي الخضار وزي الفكهة زي الفراخ خلاص ممنوع تقديمه للطفل إلا بعد نهاية العام الأول وتقديمه كمادة غزائية مش كرضعة طيب هو ليه اللبن الحليب اللي هو اللبن البقري ده غلط في الشهور الأولى هقول لكم أولا لأنه بيحتوي على كمية قليلة جدا من الحديد عكس ما ناس كتير قوي فاكر بيحتوي على كمية قليلة قوي من الحديد جزء بقى قليل قوي من القليل ده بيتم امتصاصه من خلال الأمعاء الدقيقة ده أولا ثانيا اللبن البقري بيسبب تهيج لبطانة الأمعاء اللي اسمه مايكرو فيلاي بيسبب لا تهيج وده بيعمل التهاب في بطانة الأمعاء والالتهاب ده بيؤدي لفقدان بعض الدم وبالتالي عشان كده حتى بعض الأطفال أحيانا تلاقوا في البراس كده بتاعهم خطوط كده بسيطة أو من المخاط كده من الدم لو كانوا شربوا لبن حليب بدري في الشهور الأولى لما بيحصل الدم ده أو الالتهاب ده اللي بيؤدي لفقدان بعض الدم بيحصل انخفاض في عدد الخلايا الحمرة ماهو البيبي ده صغير خالف أي حاجة صغيرة بتأثر فيه بيحصل انخفاض في عدد خلايا الدم الحمرة وده بيسبب فقر الدم أو الأنيميا زي ما عرفنا فيه طبعا حالات مراضية تانية بيحصل فيها الأنيميا زي مثلا قلة حمض الفلك في أكل الطفل أو إن الدم ما يكونش بيحصل له التجلط الطبيعي عند النزيف لقدر الله وده بيحصل على فكرة في حالة نقص مستوى فيتامين كي في الدم عشان كده كل الأطفال اللي بيتولدوا دلوقتي حاجة يعني أوبليجاتوري حاجة ضرورية ما فيهاش اختيار ساعة الولادة الأطفال بياخدوا حقنة في العضل من فيتامين كي علشان جرح السر عشان لما بيتقطع الحبل السري ده عشان النزيف ده يقف تمام وبيتكتب حتى في كارة الولادة الأنيميا كمان ممكن تحصل لو كانت الخلايا الحمرة دي ميالة للتحلل وهنا بيكون اسمها فقر الدم الانحلالي أو هيموليتك أنيميا ممكن برضو الأنيميا تحصل بسبب اضطرابات في سطح الخلايا الحمراء نفسها يعني ده نوع من الخلايا وأخيرا فيه نوع خطير قوي من الأنيميا اسمه أنيميا الخلايا المنجالية سيكل سيل أنيميا وده حالة خطيرة بتستدعي دخول الطفل المصاب للمستشفى بشكل متكرر موسيقى